والسلام عليكم حياكم الله معكم أخوكم طارق الجاسر في هذه المراجعة راح أستعرض من أجمل الهواتف اللي يعتبر فعلا خبير في البورتريه الصور الشخصية كما أطلقوا عليه نفس الشركة إيش هو الهاتف؟ أوبو رينو تين 5G وفي البداية هو طبعا اللي هي محتويات الصندوق زي ما تشوفون حجم الصندوق ما شاء الله معناته كل العتاد موجود بالداخل من مسمار أو دبوس استخراج الشريحة كفر حماية بلاستيكي الكابل USB Type-C للشحن ونقل البيانات وأخيرا الشاحن الخارق طبعا يتغير لونه بحسب الزاوية اللي أنت تشوف منها الهاتف شوفوا كيف تدرج الألوان هاتف جميل وخصوصا التصميم الدائري في اللي هي منظومة أو مصفوفة الكاميرات بالخلف عندنا ثلاث كاميرات بالخلف هي الكاميرات الرئيسية وعندنا أيضا كاميرات السيلفي موجودة بأعلى الهاتف من الجهة الوسطى واتضح أنه الهاتف فضت بطاري كنت أجرب الفترات السابقة طبعا زي ما تشوفون يقول لك شحن البطارية وهذه فرصة أننا نختبر سرعة الشاحن نصيحة مهمة جدا لازم تستخدم الكابل ورأس الشاحن إذا كان موجود بنفس العلبة هذا موضوع مهم جدا عشان تاخذ نفس قدرة الواط والفولتج اللي مخصصة له واللي مصنعة خصيصا موجود عندكم الساعة 3.11 دقيقة شبكنا الشاحن تقنية سوبر فوك للشحن وصل الحين الهاتف إلى 4% ساعة 3.11 دقيقة نخليه هو واصل الحين 4% ونبدأ عاد نستعرض الحين نكمل الشكل الخارجي نشوف نظام التشغيل الواجهة ونظام التشغيل جميلة فعلا في حواتف أوبو تعتبر مثل الواجهة الخام للنظام الأندرويد طبعا يجينا بنظام الأندرويد لكن بواجهات اللي هي Color OS الإصدار 13 موازية لرقم الإصدار في الأندرويد خل ندخل على الإعدادات نروح أو للجهاز ونشوف هنا هذه هي واجهة Color OS وهذه مواصفات الجهاز الجهاز يجينا مساحة تخزين طبعا فيه نوعين فيه 8 جيجا بايت وكلها الرامات 8 جيجا بايت فيه النسختين لكن فيه نسخة تيجي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت وفيه نسخة تيجي 256 جيجا بايت لكن فيه موضوع الرام تقدر تضاعفها تعملها الدبل هي تيجيك 8 جيجا بايت نقدر نرفحها إلى 16 جيجا بايت هنا واحدة من الخيارات اللي يقول لك الرام لما نضغط عليها يقول لك مضاعفتها ويطلب منك كم نسبة المضاعفة تبغى تزيدها 4 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت بس تسحب الشريط وتختار تأكيد وتعمل الروس تارت للجهاز الأوبورينو 10 5 جي يجينا شاشته بمقاس 6.7 بوصة وهذه حجمها بيدي طبعا يعتبر حجم جميل وملائم للإستخدام الشخصي لمشاهدة الأفلام للعب خصوصا أنه جاية ثلاثية الأبعاد أو منحنية الأطراف الشاشة من نوع أموليد وتدعم الـ FHD Plus مؤدل التحديث فيها 120 هيرتز هذه رائعة جدا في مشاهدة الأفلام اللي أكشن أو فيها سرعة وحركة وحتى كمال عندنا الألعاب اللي فيها سرعة وحركة وشوتينج أو تحتاج معدل تحديث ملائم لنفس اللعبة والمخرجات اللي تطلع لك من الشاشة الحاتف يدعم تقنيتين S-RGB وأيضا DCI-P3 هذه مختصة بدرجات الوضوح سواء للألوان أو انتزاج الألوان وإعطاء الألوان الحقيقية المنعشة بالإضافة إلى درجات الظل والأسود التقنيات هذه مهمة وضرورية تواجدها في الشاشة خصوصا للي يعتمد أنه يشوف أفلام يشوف مقاطع جرافيكس يشوف ألعاب ويبغي يشوف حقيقة ظهور الألوان والأمور الطبيعية يعني واحدة من اللي بنشوفها هنا بشغلكم واحد من المقاطع على اليوتيوب وبرفق الصوت لاحظوا إيش يطلع لنا الميزة فيه بقصر لعشان أشرح لكم الميزة فيه أنه يدبل الصوت يعني مو بس تكتفي بسبيكر عندنا أيضا مضاعفة تدبيل الصوت طلعنا رسالة أنه يرفع لك الصوت إلى 200% وضع الصوت الفائق قيدة تشغيل بس بمجرد أنك ترفع الصوت عالي طريقة ذكية فعلا يعني هذه واحدة من الأشياء اللي عجبتني في الجهاز بدل ما يوصل 100% هو يخليه 200% ويضاعف لك الأصوات نجي نقطة أيضا أخرى مفيدة في الجهاز أنا بالناحيتي تعجبني الهواتف اللي فيها إضاءة الانفررد أو اللي هي أشعة تحت الحمراء وهي الموجودة النقطة اللي موجودة في الأعلى تخلي هاتفك يتصل بالتلفزيون بالمكيف وكأنه ريموت كنترول الميزة أيضا الرائعة فيه أنهم حطوها في واجهة المستخدم لما تسحب من الخيارات بتحصلون واحدة من الخيارات IR ريموت يعني حاطينها لك في واجهة المستخدم مجرد أنك تضغط عليها يقول لك أضف نوع الجهاز اللي تبغى تقول له مثلا أنا عندي مكيف في البيت عندي تلفزيون عندي أشياء كثيرة جهاز عرض مسجل صوت مراوح أضوار وطبعا بما أنه اسمه أوبورينو تين فايف جي فهو يدعم الاتصال فائق السرعة عن طريق الجيل الخامس بالإضافة إمكانية الدفع قريب المدى عن طريق تقنيات الأن أف سي بدأنا الشحن الساعة ثلاثة وحد عشر دقيقة وصلت البطارية إلى 11% تقريبا تسعة بالمئة خلال ثمان دقائق واجهة الحين أتكلم عن الكاميرات الرئيسية والمبدعة واللي أطلق على هذه السلسلة خبير البورتري أو بورتريت أكسبورت الحين بتطلع لكم صور تم التقاطها عن طريق هاتف أوبورينو تين فايف جي كل الصور اللي راح تظهر لكم الآن ما تم التعديل عليها أبدا فقط أخذتها من الجوال واستعرضتها أمامكم وحتى مقاطع الفيديو عندنا الكاميرا الخلفية ثلاثية 64 ميجا بيكسل و 32 ميجا بيكسل و 8 ميجا بيكسل نجي إلى الكاميرا الأمامية فهي 32 ميجا بيكسل الكاميرا في هذا الإصدار أطلقوا عليها خبير البورتريت تعطيك صور بورتريت جميلة بشكل رائع سواء بالتصوير أو حتى بالفيديو وحتى من ناحية العزل تشبع الألوان المثبت والتحسينات اللي أضافوها مخرجات جميلة سواء بالنهار أو بالليل والصور قدامكم وأنتو تحكمون في الموضوع مقالج الهاتف يجينا ميديا تيك ديمين سيتي 7050 5G البطارية تجينا بحجم ضخم 5000 ميلي امبير فممكن تستمر معاك من يوم ونصف إلى يومين وبحسب استخدامك قدرة الشاحن 10 دقائق تشحن لنا أو تعطينا نسبة في البطارية إلى 30% يهمني تكتبون في الردود عراءكم عن هواتف خصوصا اللي كان له تجربة مع هواتف أوبو وأيضا إذا كان عندكم أي استفسارات أرحب فيها جميعا ياري تشرفوني بالاشتراك بالقناة وإذا عجبكم المقطع لا تنسوا الضغط على الإعجاب وشاركوا المقطع مع أصدقائكم وأحبابكم ألتقيكم في مراجعة أخرى وفي أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة